اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كون النميمة لتعدى اثرها الى المجتمع فتتسبب بقطع الارحام وتعكير صفو طفو النفوس وتوقع العداوة بين الناس حكم النميمة النميمة محرمة في كتاب والسنة واجماع الامة وهي كبيرة من الكبائر وهي من الذنوب التي توجب عذاب القبر اسباب الوقوع في النميمة من الاسباب الوقوع في النميمة هي نشوء الفرد في بيئة تكثر فيها النميمة فيقتدى بها ويحاكيها ايقاع الاذى بالاخرين والافساد بينهم وتتبع عورات الناس الجهل بعقوبة النميمة وعقابتها حسد الناس وكره الخير لهم الرغبة في الانتقام من الناس المشي في النميمة بغرض الترويج عن النفس ولهو الحديث الفراغ وقلة المشاغل فيمنأ النمام وقته بنقل الكلام بين الناس ثم ترك نهي الناس له وردهم اياه عن هذا العمل الشنيع ومسايرتهم لهم واستحسانهم لعمله عدم الخوف من الله وضعف الايمان صفات النمام هي كثير الحلف وانما يقوم بذلك لانه يعلم ان الناس لا يصدقونه ولا يثقون به قليل الاحترام لنفسه وللناس حوله فالمهانة صفة نفسية لازمة من صفات النمام هماز حيث يهمز النمام الناس ويشير الى عيوبهم بالقول والاشارة بحضورهم او في غيابهم وذلك في قوله تعالى هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم مشاء بن نميمة بين مشاء بن نميمة بين الناس ينوي بذلك افساد قلوبهم واذهاب مودتهم وقطع صلاتهم من ناع للخير معتد اثيم يرتكب بنميمته المعاصي ويتعدى بها على الحق والعدل عتل اي ذو شخصية مكروهة يجمع فيها صفات القصوى والفضابة زنيم اي انه شديد الاذاء للناس فلا يسلم من شره ولسانه احد هذا ونأتي على نهاية الفيديو نرجو الجميع من ضغط ذر الاشتراك والاعجاب بالفيديو وتفعيل ذر الجرس واختيار الكل هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة